أعلنت لجنة الأطباء بولاية غرب دارفور اتفاع عدد القتلى إثرى المواجهات القبلية بمدينة الجنينة إلى خمسين قتيلا ومئة وثلاثين جريحا وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني فرض حالة الطوارق بولاية غرب دارفور حق دارفور أشار وزير الدفاع الفريق الركن ياسين إبراهيم ياسين إلى تشكيل لجنة عليا بتفويد والسلطات كاملة للتعامل مع الخروقات في نصوص اتفاق السلام اتخذ المجلس عدة قرارات صارمة تتمثل في الآتي أولا التأمين على إعلام حالة الطوارئ في ولاية غرب دارفور وعليه تم تفويد القوات النظامية لاتخاذ كل ما يلزم لحسم النزاعات القبلية ثانيا تشكيل لجنة عليا بتفويد وسلطات كاملة من المجلس للتعامل مع الخروقات في نصوص اتفاق السلام ثالثا سن تشريعات قانونية خاصة تضمن للفرض النظامي حسم التفلتات الأمنية بطرق المشروعة الرابعا احتكار أجهزة الدولة النظامية والأمنية لاستخدام القوى العسكرية ومواصلة حملة الجمع القصري للسلاح وردع كل من يحمل السلاح خارج الإطار القانوني خامسا وآخرا رفع درجة التنسيق بين الأجهزة النظامية والأمنية وتكسيف وتفعيل العمل الأمني والاستخباري ضد الأنشطة الهدامة لحسم المظاهر العسكرية السالبة يدد المجلس حرصه الدايم على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة أرجاء البلاد ترجمة نانسي قنقر